بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل وإذا تولَّى سعى في الأرض ليُفسِد فيها ويُهُلِك الحرث والنسل والله لا يُحِبُّ الفساد قال ابن كثير رحمه الله أي هو هذا المفسِد أعوج المقال سيِّئ الفعال فذلك قوله وهذا فعله كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة نسأل الله السلام والعافو والسعي ههنا وإذا تولَّى سعى السعي ههنا هو القصد ليس الجري بل هو القصد كما قال إخبارًا عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرةً لمن يخشى فيسعى بمعنى قصد وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَيُقْصُدُوا فَاسْعَوْا أَيُقْصُدُوا وَاَعْمُدُوا نَاوِينَ بِذَلِكَ صَلَاةَ الْجُمْعَةِ فإن السعي الحسي يعني الجري فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية إذا جئت إلى الصلاة لا تجري بل عليك السكين إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون يعني تجرون وأتوها وعليكم السكين والوقار أي بالتأني فهذا المنافق والعياذ بالله ليس له هم إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محلُّ نماء الزرع وهو محلُّ نماء الزروع والثمار والنسل وهو النتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما وقال مجاهد رحمه الله إذا سُعي في الأرض فسادًا منع الله القطر أي منع الله المطر وقوبةً فهلك الحرث والنسل فالمعاصي سببٌ للحرمان من الخير فعلى المسلم أن يتق الله ويحذر المعاصي والله لا يُحِبُّ الفساد أي لا يُحِبُّ من هذه صفته ولا من يصدُر منه ذلك وقوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِذْمِ أي إذا وُعِظَ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتَّقِ اللَّهُ وانزِع أي أترك وانزِع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق امتنع وأبى وأخذت الحمية والغضب بالإذم أي بسبب ما اجتمل عليه من الآثام وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَصْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ الْنَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ولهذا قال في هذه الآية فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ أي هي كافية عقوبةً في ذلك أي هي كافيته عقوبةً في ذلك وقوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهُ لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهُ اللهم اجعلنا منهم قال ابن عباس وأنس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيّب وأبو عثمان النهدي وإكرمة وجماعة رحمهم الله نَذَلَتْ فِي صُهَيْبِ إِبْنِ سِنَانَ الرُّومِي رضي الله عنه وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وإن أحبَّ أن يتجرَّد منه يعني أن يترُك ماله ويهاجر فعل فتخلَّص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فتلقَّاه عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وجماعةٌ إلى طرف الحرَّة فقالوا ربح البيع ترك ماله وهاجر رضي الله عنه فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب رضي الله عنه ترك ماله وهاجر ابتقاء وجه الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضاه قال ابن مردوية رحمه الله حدَّثنا محمد بن إبراهيم حدَّثنا محمد بن عبد الله بن رستة حدَّثنا سليمان بن داود حدَّثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدَّثنا عوف عن أبي عثمان النهدي عن صهيب رضي الله عنه قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك والله لا يكون ذلك أبدا فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلُّون عني قالوا نعم فدفعت إليهم مالي فخلَّوا عني فخرجت حتى قدمت المدينة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح صهيب مرتين رضي الله تعالى عنه ترك ماله وهاجر ابتغاء وجه الله رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين وقال حماد بن سلم رحمه الله عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمهم الله قال أقبل صهيب رضي الله عنه مهاجرًا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفرٌ من قريش فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته أي رمى ما في وعائه ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلاً أي أنا أحسن الرمي أعرف الرمي وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيف ما بقي في يدي منه شيء ثم أفعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي أي مالي الذي أملكه وخليتم سبيلي قالوا نعم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع ربح البيع قال ونزلت ومن الناس من يشتري نفسه من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين يعني هجم على الكفار أنكر عليه بعض الناس ورد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوفٌ بالعباد رضي الله عنهم وأرضاهم اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا أيها الذين آمنوا دخلوا في استلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوٌ مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيزٌ حكيم قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمِرًا عباده المؤمنين به المصدِّقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وطاوس والضحَّاك وإكرماء وقتادة والسُدِّي وابن زيد رحمهم الله في قوله أدخلوا في السلم يعني الإسلام وقال الضحَّاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية والربيع ابن أنس ادخلوا في السلم يعني الطاعة وقال قتادة أيضًا الموادع أي الصلح وقوله كافَّة قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبو العالية وإكرماء والربيع والسُدِّي ومُقاتل ابن حيَّان وقتادة والضحَّاك جميعًا رحمهم الله وقال مجاهد رحمه الله أيعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر وزعم إكرماء رحمه الله أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن السلام رضي الله عنه وثعلب وأسد بن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يُثبتوا يعني يتخذوا يوم السبت عيدًا وأن يقوموا بالتوراة ليلاً فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها أي ما كانوا عليه قد نُسِخ فعليهم بتعاليم الإسلام والتمسُك به وفي ذكر عبد الله بن السلام رضي الله عنه مع هؤلاء نظر إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام ومن المفسرين من يجعل قوله كافة حالًا من الداخلين يدخلوا في الإسلام كلكم والصحيح الأول أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدّة ما استطاعوا منها فقال ابن أبي حاتم رحمه الله أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا أحمد بن الصباح أخبرنا الهيثم بن يمان حدَّثنا إسماعيل بن زكريا حدَّثني محمد بن عون عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم فقال الله ادخلوا في السلم كافة يقول ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا أي لا تتركوا منها شيئا وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها وقوله أزوجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان أيعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيل ولهذا قال إنه لكم عدو مبين قال مطرف رحمه الله أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان الشيطان غشاش نعوذ بالله من شر الشيطان فعلينا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحذر وساوس الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي عدلتم عن الحق أي ملتم عن الحق بعدما قامت لك عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه ولهذا قال أبو العالية وقتاد والربيع بن أنس رحمهم الله عزيز في نقمته حكيم في أمره جل جلاله وقال محمد بن إسحاق رحمه الله العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده إلى عباده هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يقول تعالى مهددًا للكافرين بمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام والملائكة يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عاملٍ بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر فالله ينزل لفصل القضاء يوم القيامة على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كما قال كلا إذا دُكَّت الأرض دكًّا دكًّا وجاء ربُّك والملك صفًّا صفًّا وجيء يومئذٍ بجهنَّم يومئذ يتذكَّر الإنسان وأنا له الذكرًّا فالله يجيء يوم القيامة مجيءًا يليق بجلاله تبارك وتعالى وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربُّك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًّا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديثٌ مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم رحمهم الله وفيه أن الناس إذ اهتموا لموقفهم في العرصات أي في أرض القيامة تشفَّعوا إلى ربهم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدًا واحدًا من آدم عليه السلام فمن بعده فكلهم يحيدوا عنها يعني يقول لست لها حتى ينتهوا إلى محمدٍ صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها فيذهب فيسجد لله تحت العرش النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله أز وجل تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد ويشفِّعه الله أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد ويأتي في ظللٍ من الغمام ولهم زجلٌ أي صوتٌ من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان رب العرش ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوحٌ قدوس رب الملائكة والروح قدوس قدوس أي منذَّه عن جميع النقائص سبحان ربنا الأعلى سبحان ذي السلطان والعظم سبحانه أبداً أبداً جل جلاله وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله ها هنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم ومنها ما رواه من حديث المنهار بن عمر عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يومٍ معلوم قيامًا شاخصةً أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظللٍ من الغمام من العرش إلى الكرسي وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم حدثنا معتمر ابن سليمان سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة والماء ويصوِّت الماء في تلك الظلمة صوتًا تنخلع له القلوب قال وحدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشق حدثنا الوليد قال سألت زهير ابن محمد عن قول الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام قال ظللٍ من الغمام منظوم من الياقوت من الحجارة الكريمة مكلل أي مُزيِّن بالجوهر والزماجد من الحجارة الكريمة وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في ظللٍ من الغمام قال هو غير السحاب ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حينتاه وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام والملائكة قال يقول والملائكة يجيؤون في ظللٍ من الغمام والله تعالى يجيؤ فيما يشاء وهي في بعض القراءة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظللٍ من الغمام وهي كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا وارحمنا فأنت خير الراحمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيةٍ بينة ومن يبدِّل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زيِّن للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم اجعلنا من المتقين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل كم قد شاهدوا مع موسى عليه السلام من آيةٍ بينة أي حجةٍ قاطعة على صدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود الفاعل المختار الله جل وعلا وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه ومع هذا أعرض كثيرٌ منهم عنها وبدَّلوا نعمة الله كفر أي استبدلوا بالإيمان استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها نعوذ بالله ومن يبدِّن نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد الإقاب كما قال إخبارًا عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدَّلوا نعمة الله كفرًا وأحلُّوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ثم أخبر تعالى عن تزهينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوا ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلى الليين وخُلِّد أولئك في الدركات في أسفل سافلين ولهذا قال تعالى والله يرزُق من يشياء بغير حساب أي يرزُق من يشياء من خلقه ويعطيه عطاءً كثيرًا جزيلًا بلا حصرٍ ولا تعداد في الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث ابن آدم أنفِق أنفِق عليك أي أنفِق في مرضات الله الله يرزُقك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفِق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا الله يخلف عليه وقال تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وفي الصحيح رحمه الله أن ملكين عليه السلام ينزِل آن من السماء صبيحة كل يوم يقول أحدهما اللهم أعطي مُنفِقًا خَلَفًا الذي ينفِق ماله في مرضات الله يخلف عليه ويقول الآخر اللهم أعطي مُنسِكًا تَلَفًا أي اتلِف ماله وبالصحيح يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهبٌ وتارِكُه للناس ليس لك من مالك إلا ما أكلت وفني أو لبست فبلي وأما الذي قدَّمته في فعل الخير هو الذي يبقى لك وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا دارُ من لا دار له ومالُ من لا مال له ولها يجمعُ من لا عقل له الدنيا دارُ من لا دار له أي الكافر الذي ليس له بالآخر إلا النار ومالُ من لا مال له ولها يجمعُ من لا عقل له فعلى المسلم أن يطلب الرزق الحلال ما يُعينه على طاعة الله ولا يشغله عن عبادة الله والأعمال الصالحة كان الناس أمةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم اللهم ثبِّتنا على الصراط المستقيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات قال ابن جرير رحمه الله حدَّثنا محمد بن بشار حدَّثنا أبو داود أخبرنا همم عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح عليه السلام وآدم عليه السلام عشرة قرون ألف سنة كلهم على شريعةٍ من الحق كلهم مسلمين على الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ هِيَا في قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه كان الناس أمةً واحدة فاختلفوا فعلينا أن نتمسَّك بالقرآن العظيم وبحديث النبي محمدٍ أمين صلى الله عليه وسلم ونحذر البدع والأهواء ورواه الحاكم رحمه الله بمستذلك من حديث بُندار عن محمد بن بشار ثم قال صحيح ولم يُخرِجاه وكذا روى أبو جعفر الرازي رحمه الله عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها كان الناس أمةً واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشِّرين ومنذرين فقال عبد الرزاق رحمه الله أخبرنا معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله كان الناس أمةً واحدة قال كانوا على الهدى جميعًا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشِّرين ومنذرين فكان أول نبيٍّ بعث نوحاً عليه السلام وهكذا قال مجاهد رحمه الله رحمه الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أولاً وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس أمةً واحدة يقول كانوا كفارًا فبعث الله النبيين مبشِّرين ومنذرين والقول الأول والقول الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أصح سندًا ومعنى أن كانوا على الهدى ثم اختلفوا ومعنى أصح سندًا ومعنى لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض يعني بعدما ظهر الشرك ولهذا قال تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم أي من بعد ما قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم اللهم ثبِّتنا على الصراط المستقيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقال عبد الرزاق رحمه الله حدَّثنا معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة الآخرون في الخلق الأولون في دخول الجنة اللهم ثبِّتنا على الإيمان والإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولاً للجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين بيداً أي غيراً أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني الجمعة فهدان الله فهدان له فالناس لنا فيه تبع فغداً اليهود فغداً لليهود السبت وبعد غداً للنصارى الأحد فنحن هدان الله للجمعة الحمد لله ثم رواه عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال ابن وهب رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه رحمهم الله في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم من القبلة الكعبة المشرفة واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يسلي وهو يتكلم ومنهم من يسلي وهو يمشي فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في الصيام ومنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديًا وقالت النصارى كان نصرانيًا وجعله الله حنيفًا مسلمًا فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك واختلفوا في عيسى عليه السلام فكذبت به اليهود نعوذ بالله وقالوا لأمه بهتانًا عظيمًا نعوذ بالله وجعلته النصارى إلهاً وولدًا تعالى الله وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك فإيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عليه السلام وقال الربيع بن أنس رحمه الله في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بهذنه أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل الاختلاف أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهوداً على قوم نوح عليه السلام وقوم هود عليه السلام وقوم صالح عليه السلام وقوم شعيب عليه السلام وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وكان أبو العالي رحمه الله يقول في هذه الآية المخرج المخرج من الشبهات والضلالات والفتن التمسك بالصراط المستقيم وهو المخرج من الشبهات والضلالات والفتن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله بإذنه أي بعلمه بما هداهم له قاله ابن جرير رحمه الله والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم أي وله الحكم وله حجة البالغة اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وفي صحية البخاري ومسلم رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل واردقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنظل وجعلنا للمتقين إماما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستموا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل الذين من قبلكم من الأمم ولهذا قال تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستموا البأساء والضراء وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد وسائد بن جبير ومر والهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسد ومقاتل بن حيان رحمهم الله البأساء الفقر قال ابن عباس رضي الله عنهما والضراء السقم أي المرض وزلزل خوفا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا أي تطرب النصر ألا تدعو الله لنا فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار آلة النجار التي ينشر بها الخشب كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق راسه فيخلص إلى قدمين لا يصرفه ذلك عن دينه أي يثبته الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون اللهم نصر الإسلام والمسلمين وأهل كلك فرطاء اجمعين وقال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أن يختبرون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب عندما اجتمع الكفار ضد المسلمين كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتليا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا نعوذ بالله من الكفر ولما سأل هرقل ملك الروم النصراني أبا سفيان أبو سفيان ذهب للتجارة إلى الشام فهرقل ملك الروم النصراني سأل أبا سفيان هل قاتلتموه؟ هل قاتلتم الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم قال فكيف كان الحرب بينكم؟ قال سجالا يدالوا لينا وندالوا عليه أن مرة يغلبنا ومرة ندالوا عليه اختبار من الله قال كذلك الرسل تبتلى أي اختبرهم الله ثم تكون لها العاقبة العاقبة للمؤمنين وقوله مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب كما قال تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها ولهذا قال تعالى ألا إن نصر الله قريب وفي حديث أبي رزين رضي الله عنه عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه فينظر إليهم قنطين فيظل يضحك يعلم أن فراجهم قريب الحديث قال المؤلق رواه ابن ماجة من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين رضي الله عنه به وقال البوصيري في الزوائد هذا إثناد فيه مقال أي فيه ضعف فنصر الله قريب وفرجه قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال مقاتل ابن حيان رحمه الله هذه الآية في نفقة التطوع أي ليست في الزكاة المفروضة بل في التطوع وقال السدي نسختها الزكاة وفيه نظر أي فيه هذا القول نظر ومعنى الآية يسألونك كيف ينفقون قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد فبيّن لهم تعالى ذلك فقال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي صرفوها في هذه الوجوه كما جاء في الحديث أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك أي الأقرب فالأقرب وتلا ميمون بن مهران رحمه الله هذه الآية ثم قال هذا مواضع النفقة ما ذكر فيها ما ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً ولا تصاوير القشب ولا كسوة الحيطان أن النفقة في طاعة الله ليس في الأغاني وأهلات المعاذف والتصاوير والمنكرات فإن ذلك باطل لا يجود إنفاق المال في المعاذف والمزامير والصور والمنكرات فإن ذلك إذم وعقوب من الله ثم قال تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به يعلم أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيرزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذره جل جلاله كُتِب عليكم القتال وهو كُرهٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا إيجابٌ من الله تعالى للجهاد عن المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام وقال الزهري رحمه الله الجهاد واجب على كل أحد غزاء أو قعد فالقاعد عليه إذا عليه إذا استعين أن يعين وإذا استغيث أن يغيث وإذا استنفر أن ينفر وإن لم يحتج إليه قعد قلت ولهذا ثبت في الصحير من مات ولم يغذو ولم يحدث نفسه بغذو مات ميتةً جاهلية وقال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لا هجرة يعني من مكة إلى المدينة ولكن جهادٌ ونية إذا استنفرتم فانفروا أي إذا دعيتم إلى الجهاد فخرجوا وقوله وهو كرهٌ لكم أي شديدٌ عليكم ومشقة وهو كذلك فإنه إما يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء ثم قال تعالى وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وهو خيرٌ لكم أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم وأولادهم وعسى أن تُحِبُّوا شيئًا وهو شرٌ لكم وهذا عام في الأمور كلها قد يُحِبُّوا قد يُحِبُّوا المرء شيئًا وليس له فيه خِبْرَة ولا مصلحة وليس له فيه خِيرَة ولا مصلحة ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم ثم قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر مما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لألكم ترشُدون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفثنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمتُه وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي حدثنا المعتمر ابن السليمان عن أبيه حدثنا الحذرمي عن أبي السوار عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا أي حول عشرة وبعث عليهم أباع بيدة من الجراح يعني أميرا أو عبيدة ابن الحارث فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش رضي الله عنه وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا وقال لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك فلما قرأ الكتاب استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون وقال سمعا وطاع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فخبرهم الخبر وقرأ عليهم كتاب فرجع الرجلان وبقي بقيتهم فلقه ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب ما علموا أن ذلك اليوم من رجب لأن رجب من الأشهر الحرم أو من جمادة لم يدروا هل هو آخر جماد الثاني أو أول رجب فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير القتال بالأشهر الحرم ابتداء كبير وقال وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهم وعن مر عن ابن مسعود رضي الله عنه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية أي جماعة من الجيش في الجهاد في سبيل الله وكانوا سبعة نفر عليهم أي أميرهم عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه وفيهم عمار ابن ياسر وأبو حزيفة ابن عتبى ابن ربيع وسعد ابن أبي وقاص وعتبى ابن غزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل ابن بيضاء وعامر ابن فهيرة وواقد ابن عبد الله لأربوع حليف لعمر ابن خطاب رضي الله عنهم وكتب لابن جحش كتابا وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن ملل اسم مكان ولما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أنسر حتى تنزل بطن نغله فقال لأصحابه من كان يريد الموت فليمضي وليوصي فإنني موص وماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار وتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبا وأضل راحلة لهما فأتيا بحران سم مكان يطلبانها وسار بن جحش رضي الله عنهم إلى بطن نغلى فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمر بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة وانفلت ابن المغيرة فأسروا الحكم ابن كيسان والمغيرة وقتل عمر قتله وواقد بن عبد الله فكانت أول غنيمة غنيمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكرا